اشتركوا في القناة السيد الرئيس يؤكد ان القضية الفلسطينية تمر في ظروف صعبة ويشدد على الصمود حتى تحقيق الاهداف والثوابت الوطنية مركزية فتح تؤكد دعمها لسيد الرئيس في مواجهة صفقة القرن وتدعو حماس الى العودة للصف الوطنية تواصل الفعليات المساندة لسيد الرئيس قبيل خطابه المرتقب في الجمعية العامة اهلا بكم الى التفاصيل قال سيد الرئيس محمود عباس ان القضية الفلسطينية تمر في اصعب ظروف مؤكدا في الوقت نفسه على الصمود حتى تحقيق الاهداف والثوابت الوطنية المتمثلة بالحرية والاستقلال واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية واضف سيادته خلال استقباله اعضاء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية ان ادارة ترامب بقرارتها المجحفة بحق القضية الفلسطينية اخرجت نفسها كوسيط وحيد للعملية السياسية وبالتالي اصبح هناك ضرورة لعقد مؤتمر دولي للسلام ينتج عنه تشكيل الية دولية لرعاية عملية السلام مشيرا الى ان الاجراءات الاسرائيلية الخطيرة ضد شعبنا لا يمكن السكوت عنها وسنواصل جهودنا على المستويات كافة واتخاذ القرارات من اجل حماية شعبنا والحفاظ على حقوقه التي كفلها القانون الدولية وفيما يتعلق بملف المصالح الوطنية اكد سيادته حرص القيادة على تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية واشدد سيادته على اهمية دور الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية في ايصال صوت فلسطين وقضيتها العادلة والتأثير على صناع القرار الامريكي لصالح القضية الوطنية اكدت اللجنة المركزية لحركة فتح دعمها للسيد الرئيس محمود عباس ووقوفها الى جانبه في المواجهة التي يخضها بصلابة ضد صفقة القرن المشؤومة واقطابها وفي مقدمتهم ادارة الرئيس ترامب وحكومة نتنياهو اليمينية وقالت مركزية فتح في بيان لها ان خطاب ترامب الذي القاه في الجمعية العامة للامم المتحدة اظهر انحيازا كاملا لاسرائيل واسرارا على تبني الاهداف الصهيونية والسعية والحاق الاذى بالشعب الفلسطيني والتنكر التام للحقوق الوطنية المشروعة المستندة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واوضحت ان فتح بقيادة السيد الرئيس محمود عباس ومعهم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والنقابات والمنظمات الجماهيرية وكل الوطنيين الفلسطينيين يجابهون اليوم صفا واحدا اختر حلقات التآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة وشددت على ان صفقة القرن التي يجري تنفيذها عمليا على الارض من قبل ادارة ترامب هدفها تصفية القضية الفلسطينية عبر تصفية عناصرها الرئيسة وهي حق العودة والقدس واطلاق يد دولة الاحتلال الاسرائيلي للتوسع الاستيطان بهدف انهاء مبدأ حل الدولتين وتحديدا انهاء حلم اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدة ان القضية الفلسطينية هي قضية حقوق سياسية وليست قضية انسانية واكدت اللجنة المركزية بان فتح ومعها الشعب الفلسطيني لديهم العزيمة والارادة والقرار بالتصدي لهذه الصفقة وافشالها وحذرت اللجنة المركزية من مغبة انخراط بعض القوى الفلسطينية في صفقة القرن عبر ادامة الانقسام وعقد هدنة انسانية على حساب الحقوق والثوابت الوطنية خاصة ان نوايا اسرائيل قد اتضحت للجميع في ابقاء هذا الانقسام وادامته ودعت اللجنة المركزية لحركة فتح حركة حماس لمراجعة مواقفها وسلوكها وممارساتها على الارض والعودة الى الصف الوطني في هذه اللحظات الخطيرة من تاريخنا وقبيل خطابه المرتقب غدا امام الجمعية العامة للامم المتحدة اكد رؤساء الجامعات الوطنية وقوفهم خلف السيد الرئيس محمود عباس ودعمهم لمساعيه الدؤوبة لاقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة خالد طاوع والتفاصيل كغيرها من المؤسسات والنقابات والاتحادات تصطف جامعاتنا الوطنية عن بكرة ابيها برؤسائها وهيئاتها التدريسية والطلابية والادارية خلف السيد الرئيس محمود عباس عشية خطابه التاريخي المنتظر امام الجمعية العامة للامم المتحدة الذي سيستعرض خلاله معاناة شعبنا جراء استمرار الاحتلال كما سيجدد رفضه المطلق لما تسمى بصفقة القرن نحن كشعب فلسطيني نصطف حول هذا القائد وقيادته استفافا كاملا ونثق بهم ثقة كبرى ونقول لهم نحن من ورائكم نقف وقفة رجل واحد ولا نلتفت لكل الاغراءات في هذه المناسبة فانني اعلن باسم جامعة القدس المفتوحة بكوادرها كافة عاملين وطلبة بفروعها العشرين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ان هذه الجامعة بكل امكاناتها تقف وراء قيادتنا الفلسطينية خاصة وان هذه الجامعة هي احدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التفاف سلك التعليم حول السيد الرئيس في اشتباكه السياسي الاعنف في تاريخ صراعنا مع الاحتلال الذي يجابه فيه اعتى صلف امريكي اسرائيلي هو بمثابة استفتاء شعبي لتجديد البيعة لسيادته رغم كيد الكائدين وابواق المحرضين اسادزة ورؤساء وطلاب جامعات فلسطينية جميعنا ملتف حول مضمون خطاب الرئيس والذي سيؤكد على اقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة تغيير وضع دولة فلسطين من دولة مراقب الى دولة كاملة العضوية حيعلن الرئيس من على منبر الامم المتحدة برفض صفقة القرن انحياز السروحي الاكاديمية التي تحتضن شريحة واسعة من الطلبة والاساتذة الى جانب السيد الرئيس محمود عباس ودعمها لخطابه التاريخي المفصلي امام اعلى منبر اممي يمكن وصفه بالسيمفونية التي تقاطعت انغام الوحدة والتلاحم فيها بين المواقف الشعبية والرسمية لعزف تراتيل الحرية وتقرير المصير لشعبنا وقضيتنا حال الجامعة الفلسطينية هي كحال الوطن بشكل عام والامة العربية التي تقف خلف سيادة الرئيس هذا الرئيس الذي يخد المعركة المعركة الصعبة بوجه امريكا وستطاع ان يقول الولايات المتحدة الامريكية لا وباكثر من مناسبة واكثر من مرة هذا الرئيس يستحق ان يقف الشعب الفلسطيني خلفه فالجامحات الفلسطينية الشباب الفلسطيني هم يقفون خلف سيادة الرئيس وكوفوا رؤساء واساتذة وطلبة الجامعات بجانب السيد الرئيس في تحركاته السياسية بالمحافل الدولية الرامية لتدويل قضيتنا واعادتها الى خارطة الاهتمام السياسي الدولي اسقط كل مراهنات العابثين واثبت ان شعبنا لن يخضل ويترك ابو الدولة وحامل مشروع الوطني وحده في معركته مهما بلغت التحديات سر ونحن خلفك يا سيادة الرئيس هذا هو حال لسان ابناء شعبنا الذين اصطفوا على قلب رجل واحد لدعم خطابه التاريخي المنتظر في الامم المتحدة والشد من ازره في معركة الصمود بوجه العدوان والتمسك بالثوابت الوطنية خالد مطاوع تلفزيون فلسطين الى ذلك خرج طلبة مدارس وكالة غوط وتشغيل اللاجئين الانوروى في مخيمات محافظة رامالله والبيرا بمسيرات اكدوا خلالها دعمهم لسيد الرئيس محمود عباس حنين الحلو والتفاصيل دعما واسنادا للسيد الرئيس محمود عباس قبيل القائه خطابا تاريخيا وهاما في الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين خرجت مدارس وكالة غوط وتشغيل اللاجئين الانوروى في كافة مخيمات محافظة رامالله والبيرا لتؤكد وقوفها الى جانب سيادته في حربه للدفاع عن حقوق شعبنا المشروعة يحملون شعار اننا معك يا سيادة الرئيس في توجهك امام الجمعية العامة للامتحدة وتحمل آلامنا وهمومنا وصبرنا في ارضنا وصمودنا في ارضنا ونطالب بتحقيق عودتنا وفق القرار 194 وضد الهجمة والاملاءات الامريكية الاسرائيلية ونحن معك ونحن نعلم جيدا ان الضغوط كبيرة على قضيتنا استهداف قضية مشروعنا الوطن الفلسطيني سنقف معك يا سيادة الرئيس المئات من طلبة المدارس خرجوا للتعبير عن رفضهم القاطع لما تقوم به الادارة الامريكية من اجراءاتنا للضغط على شعبنا وقيادته لقبول ما تسمى بصفقة القرن الامريكية وفي مقدمتها قطع التمويل التام عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الانروا الامر الذي يمس بحياة نحو خمسة ملايين لاجئين في الوطن والشتات يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الوكالات الاممية لهم في كافة جوانب الحياة نحن متمسكون بحق العودة ومتمسكون بوكالة الغوث ان تبقي على خدماتها لانها جاءت بقرار اممي ولن تزيل خدماتها حتى العودة الى ديارنا احنا يجينا هنا لانه ترامب قطع المساعدات عن الوكالة احنا لا بنرجع اراضينا بس بنعنه غصب عن اليهود يذكر ان سلسلة من الفعاليات الشعبية والرسمية تعموا مختلف محافظات الوطن منذ ايام لدعم ومؤذرة السيد الرئيس محمود عباس في معركته للدفاع عن قضيتنا العادلة في وجه كافة المخططات الرامية لتصفيتها اذا هي وقفات عمت كافة المخيمات في الوطن والشتات دعما وتأييدا للسيد الرئيس محمود عباس قبيل القائه خطابا هاما وتاريخيا في الامم المتحدة يوم غدا من مخيم الجلزون شمال مدينة رمالله حنين الحلو تلفزون فلسطين وفي قلقيريا خرج المئات من ابناء شعبنا في مسيرة دعم وتأييدا لسيد الرئيس في خطابه المرتقب امام الامم المتحدة ورفضا للقرارات الامريكية الهادفة الى محو قضية اللاجئين المزيد في تقرير احمد شاور قبيل خطاب السيد الرئيس محمود عباس التاريخي في الجمعية العامة للامم المتحدة نظم المواطنون وطلبة مدارس وكالة الغوث في محافظة قلقيريا مسيرة انطلقت من ميدان الشهيد ابو علي اياد دعما لسيادته ورفضا للقرارات الامريكية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية جماهير قلقيريا تقف وقف تعز وفخر امام العالم لتثبت للعالم رسالتان الرسالة الاولى ان لا ترامب ولا غير ترامب يستطيع القفز على حقوق الشعب الفلسطيني هذه الرسالة الاولى والرسالة الثانية هي دعم وتأييد واسناد لفقهامة السيد الرئيس محمود عباس وان ابو ماز المسلح بارادته الصلبة وبارادة هذا الشعب الذي يقف الان معتزا بتاريخه وبنضاله وبهويته الفلسطينية ويكون للعالم الكتس هي عاصمة الشعب الفلسطيني عاصمة الدولة الفلسطينية المشاركون في المسيرة اكدوا وقوفهم خلف السيد الرئيس صفا واحدا مجددين البيعة والوفاء له في حين جددوا رفضهم لصفقة القرن ولكافة القرارات الامريكية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية لا سيما المتعلقة بتصفية قضية اللاجئين لن يسمح لا الفلسطينيون ولا العرب ولا المسلمين بالمساس بهذه القضايا المصيرية والاستراتيجية للشعب الفلسطيني وأدع العرب للوقوف الى جانب قضية اللاجئين ودعم وكانت الغوث وسد العجز الذي حصل من سياسة ترامب العنصري الصهيوني وأدع الشعب الفلسطيني الى التمسك بثوابته وقضاياه المصيرية الوكالة تكون بدور كبير جدا لحوالي خمسة ونصف مليون لاجئ فلسطيني سواء على مستوى الداخل او على مستوى الخارج فطبعا تريد ان تلغي هذه الهوية اولا وتجعل من ما هجروا في عام 48 الذين لم يبقى منهم احد فقط لهم حق العودة في ذلك وطبعا هذا الكلام هو مرفوض أما الأمر الآخر ما تقدمه من مساعدات الوكالة تكون بتقديم مساعدات على مستوى المستوى الصحي على المستوى التعليمي على المستوى أيضا المعيشي اليومي مؤامرات تحاك وصفقات مشبوهة يتم الترتيب لها بهدف النيل من حقوق أبناء شعبنا الذين خرجوا اليوم وسابقا وسيخرجون لاحقا ليقفوا سدا منيعا أمام تحقيقها لا يمكن أن تمر صفقة أمريكية وهذه الجموع ومثلها في محافظات الوطن تخرج لرفضها فضلا عن موقف رسمي يحمله السيد الرئيس أمام الأمم المتحدة في خطابه المرتقب من مدينة قلقيليا أحمد شاور تلفزيون فلسطين ودعما للسيد الرئيس محمود عباس في معركته لإسقاط صفقة القرن جددت النقبات دعمها لسيادته وللقيادة في معركتها الدبلوماسية نحو بناء الدولة والخلاص من الاحتلال وسيد الصباح والتفاصيل عشية خطاب السيد الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين جددت النقابات دعمها لسيادته ووقوفها خلفه في المصار السياسي نقف خلف قيادة سيادة الرئيس ونساند سيادة الرئيس في هذه المعركة معركة الثوابت الوطنية التي بدل كل جهد وقال ألاه لكل المجتمع الدولي الذي حاول أن يضغط وحاول أن يمرر هذه الصفقة الخبيثة من أجل تصفية القضية الفلسطينية المشهد الوحدوي للنقابات يأتي في وقت قضيتنا في أمس الحاجة إلى تكاتف كافة الجهود من جميع فئات واطيف شعبنا لمواجهة الصلف الأمريكي الداعم والمنحاز للاحتلال بالتأكيد السيد الرئيس سيعبر عن موقف الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية بخصوص التأكيد على الثوابت الوطنية لحظة تاريخية فاصلة تتمثل بالمشروع الأمريكي اللي بحاول تصفية القضية الفلسطينية أولاً بداية من صفقة القرن مروراً بتصفية قضية القدس واللاجئين خطاب الرئيس راح يكون واضح وصريح في رؤيته وسياسته القادمة للشعب الفلسطيني وأحنا بنحكي بصوت موحد كعمال كلنا خلف الرئيس في دعمه وفي خطابه هذا التاريخي جهود النقابات الفلسطينية لم تقتصر على الدعم والتأييد فحسب بل تتواصل مساعيها في الكشف عن جرائم الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومحاربته من خلال نشاطاتها مع النقابات النظيرة في دول العالم كافة وسيد صبيح تلفزيون فلسطين في كلماتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت أعمالها أمس أكد قادة وزعماء دول ضرورة إيجاد حل عادل وشامل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية مؤكدين أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يلبط محات الجانبين وينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المزيد في تقرير هديد شوامر رغم محاولات الإدارة الأمريكية تغيب القضية الفلسطينية عن أجندة العمل مستأنسة بالمواقف الإسرائيلية إلا أن فلسطين حضرت في النقاشات الدائرة في الأمم المتحدة وكانت قاسما مشتركا بين كلمات عدد من الرؤساء في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة في الأمم المتحدة أبرز هذه المواقف ما تطرق إليه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الذي دعا إلى ضرورة حسم الصراع بوضع حد فوري لسياسة الأمر الواقع من خلال مبدأ حل الدولتين لبديل موفوق عن حل الدولتين دولتان تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام ولهما عاصمة هي القدس أناشد إسرائيل أن تدعى حدا سريعا لسياسة الأمر الواقع التي تقوض حتى إمكانية التوصل إلى السلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن هو الآخر من على منصة ذلك المحفل الدولي أنه لن يترك القدس المحتلة وأن بلاده ستظل تدافع عن الوضع القانوني والتاريخي فيها حتى لو تخلى عنها العالم أجمع فإن محاولة من يسكت عن الظلم الممارسة ضد الفلسطينيين إنما هو فقط يشجع جرأة الظالمين ونحن أيضا سنظل مدافعين عن الوضع القانوني والتاريخي للقدس أما كلمة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فقد كان لفلسطين وقضيتها حصة منها فقد أكد تصديه لأي محاولات لتغيير الهوية التاريخية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس حل الدولتين القائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والذي يمكن أن يلبي تطلعات الجانبين أن يضع نهاية للصراع وأن تقام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 67 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها على بلداننا العمل لإعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح الذي يتطلب رفض أي أعمال تهدد المفاوضات وفي ظل عدم تطبيق أي من القرارات الدولية بحق القضية الفلسطينية تطرق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته إلى وجود خلل يعتري أداء المنظومة الدولية وأن عدم حل القضية الفلسطينية داليل على عجز دولي وأنه لا مجال لإضاعة الوقت في هذا الشأن طالما أن محددات التسوية النهائية معروفة ولا يمكن أن نتحدث عن تسوية المنازعات كمبدأ مؤسس للأمم المتحدة ومؤشر على مزاقياتها دون أن نشير إلى القضية الفلسطينية التي تقف دليلا على عجز النظام الدولي عن إيجاد الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفي السياق ذاته قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الأزمة الأخطرة في الشرق الأوسط هي فلسطين وإن مرور الوقت لا يجب أن يبرر استمرار الاحتلال مضيفا أن سنى إسرائيل لقانون القومية ما هو إلا داليل لا لبس فيها على نظام فصلا عنصري الجرائم التي لا عد لها ولا حصر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين لم تكن لترتكب دون مساعدة مادية وعسكرية ودعم داعي وسياسي من الولايات المتحدة إسرائيل المجهزة بترسنة نووية وتهدد الآخرين بفجاجة في القضاء عليهم نووية تمثل أخطر التهديدات للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم وهكذا تتحول أرويقة الأمم المتحدة في نيويورك إلى ساحة مؤازرة لموقف السيد الرئيس في تطلعه إلى بناء دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على مبدأ حل الدولتين هذه الشوامر التلفزيون فلسطين في الوقت الذي يخض فيه السيد الرئيس محمود عباس معركة سياسية شارسة وقبيل خطابه التاريخي المرتقب في الجمعية العامة تشكك بعض الفئات في القيادة الشرعية في تساوق مع صفقة القرن المشؤومة المزيد في التقرير التالي ونحن في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ قضيتنا الوطنية لم تعود هناك مبررات لمن أثر طيلة الفترات الماضية التزام جانب الحياد المثير للتساؤل بل إن الراهن المعاش يقتضي مواقف العزة والكرامة الوطنية ولا مجال للرمادية في هذه المرحلة ذلك أن اللاموقف يصب في صالح الاحتلال وسائر القوى المتحالفة معه وبالتالي لا بد من التقاط اللحظة والاستفاف إلى جانب الشرعية الوطنية في نضالها ضد قوى الشر والطغيان لتجسيد حلم شعبنا بنيل حريته واستقلاله الناجز وكامل حقوقه الوطنية اليوم هو يوم الوفاء لفلسطين القيمة والمعنى التاريخي والديني والحضاري ومن الأخلاق الآدمية صرف الانتباه عن أية خلافات مهما على شأنها فهي صغائر أمام الموقف الأجل الذي سيدون التاريخ تفاصيله بما لنا وما علينا وعليه فهي فرصة الانتصار لذاتنا امتثالا لقناعاتنا وتلبية لحاجاتنا الملحة ومصداقا لرواية السماء ووعده الحق ولأجل مستقبل أبنائنا وأحفادنا ولأجل الإنسانية جمعاء ذلك كان فلسطين فضاء كوني أراد له الله أن يكون ما هو عليه وطن القداسة والطهر وطن شهداء والأنبياء وطن كنعان ونسله الطيب أول وطن أطل عليه إنسان ما يعني أن هذه الأرض كان لها أن تشهد ميلاد أول النبت الأدمي وبهذا تكون بلادنا فلسطين وطن المحبة والتسامح والعطاء وهي وطن بركات السماء التي لن تخذلنا قط هي إرثنا الذي سنذود عنه حتى الرمق ما بعد الأخير هي ضميرنا وحلمنا ووعينا الناضج الذي تشكل ما قبل اكتشاف العالم الجديد وإفرازات الفوضى الخلاقة وكافة أدبيات العالم المتحضر وعليه وجب التذكير يا من نذرتم جهودكم في غير طاعة الله وجنحتم نحو الخطيئة قولا وفعلا سعيا خلف وعود زعيفة ورهنتم إمكاناتكم وعقولكم لإشباع غرائزكم وأطماعكم وكلها إلى زوال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض هذه هي الحكمة العميقة التي آمن بها ولطالما سعى لتحقيقها بكل السبل والممكنات السيد الرئيس محبوظ عباس الذي يخوض معركة المصير بلا وجل ولا جزع فيما البعض لم يكتفي بالتنصل من عناء الفعل الواجب دينيا ووطنيا بل إن هذا البعض يحرض على شخص الرئيس ويدعو إلى ضرورة إيقافه عما يواصل من جهاد في سبيل قضية شعبه ووطنه وأمته ليس لسبب قصور في الأداء وإنما لأنه أربك حسابات ممولي مشاريعهم المشبوهة وأدخلهم في حالة من الالتباس وألب عليهم الرأي العام الدولي الذي بدأ يتعاطى إيجابا مع حجتنا ما أربك حساباتهم وأفقدهم رجدهم الصبياني وجعل من ترامب ونيتنياهو مثار شك وريبة أمام العالم الذي بدأ يدرك قطعا بصوابية سلوك الرئيس ومجمل سياساته المعتدلة فيما عكس ذلك بدت النظرة لسياسات الولايات المتحدة وإسرائيل نعم هي خطوات الواثق تماما والمدرك لكافة أبعاد سلوكه وما يمكن جنيه وتحقيقه من مكاسب بالتراكم من خلال حنكته السياسية وفكره النير وصبره على تحمل النوائب والتاريخ لن يرحم المزاودين المريقين وسينصف حتما من صدقوا شعبهم الوعد هذا وهددت أجهزة حماس أصحاب المطابع في قطاع غزة بالاعتقال والضرب وإغلاق مطابعهم حل قيامهم بطباعة منشورات وملصقات دعما ومساندة للسيد الرئيس محمود عباس في حين وصلت استدعاء كوادر ونشطاء حركة فتحة وأكد أصحاب المطابع أن عناصر حماس اعتدوا على أحد أصحاب المطابع مما أدى إلى إصابته بجروح وكسور في قدميه نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج ووصيفت حالته بالمتوسطة كما استدعت أجهزة حماس العشرات من كوادر ونشطاء حركة فتح والشبيب الطلابية خاصة طلبت جامعة الأزهر وقبيل الختام هذا تذكير بأبرز العنوين السيد الرئيس يؤكد أن القضية الفلسطينية تمر في ظروف صعبة ويشدد على الصمود حتى تحقيق الأهداف والثوابت الوطنية مركزية فتح تؤكد دعمها للسيد الرئيس في مواجهة صفقة القرن وتدعو حماس إلى العودة للصف الوطنية تواصلوا والفعليات المساندة للسيد الرئيس قبيل خطابه المرتقب في الجمعية العامة في نهاية النشرة أشكركم طيبة المتابعة دمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة